تعالوا نروح نشوف تقرير عن انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض اللي يهدف لتحسين النمط الصحي وبعدها نرجع الصحي وتنمية الوعي طبعاً الثقافي والعلمي وانطلاق المهارات الإبداعية وبعدها نستقبل ديوفنا خليكم معنا دي أول نسخة بالنسبة للمعرض والمؤتمر سبورتس اكسبو اكسر رقمك والنهاردة كان الافتتاح الحمد لله انفتتاح ناجح جداً وكان بحضور دولي وحط المعرض على خريطة المعرض الدولية في العالم كله وتصريح مع سادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان المعرض ده يتحط بقى المعرض الرسمي لمصر بالنسبة للرياضة المؤسسات الدولية اللي هنقتنا النهاردة على افتتاح المعرض الفيفا اللجنة الأولمبية الدولية كل دولة صراحة يعني بعتوا رسال متلفزة بيهني مصر بالمعرض وده يحطها على الخريطة الدولية للمعرض ده بالإضافة للحضور ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والعديد من الوزراء والفود الدولية احنا جلنا وفد من دولة الامارات الشقيقة وجلنا وفد من دولة عمان وقطر اللجنة الارث اللي كانت بتنظم بطولة العالم فقطر التواجد الدولي والإقليمي في الافتتاح ده حط الحمد لله المعرض على الخريطة الدولية للمعارض ان شاء الله الحقيقة المتمر ده لأول مرة بيتم ربط ما بين صناعة الرياضة وما بين الإنسان وصحته وستمراره والإنسان الطبيعي أو اللي هو العادي وأيضاً للإنسان المحترف في البلسطة والرياضة لأننا هنلاقي في الندوات الموجودة أعلى ناس في العالم موجودين إحنا جايبينهم مش معتابدين بشكل كامل على المصريين المصريين موجودين بيديروا وفي نفس الوقت بعضهم حيقول حاجات بتتعامل بشكل علمي زي المواهب الرياضية زي كابتانو زي المواهبة الحركية ودي كلها حاجات حالياً بتؤدى بشكل علمي متكامل وده كان فرصة لعرض الحقيقة مشروعات وزارة الشباب والرياضة القومية اللي بتتمي في هذا الاتجاه إحنا ربطين ما بين الإمكانيات الخاصة بالصناعة والتكنولوجيا والرياضة وده كله بيبقى في جانب تأكيد على إن الرياضة صناعة وأنها مؤثرة على الإنتاج القومي وفي نفس الوقت مؤثرة على صحة الإنسان وبالتالي أيضاً بتؤثر على الإنتاج خلينا أولاً سلام على كريم رمزي ده أخوي يعني وحبيبي طبعاً كريم يعني جود لكو بالتوفيق دايماً برنامجه وعلى طول بيعمل اكسكولوسيفيتي في حاجات كتير بص معرض الكلام اللي أقول لك ده من قلبي بجد يعني وكريم أكتر بواحد عرف أن أنا بنتقد جداً لو فيه حاجة وحشة المعرض معمول حلوه يعني حتى الافتتاح حلو جداً الزوء معمول فعلاً نظيف أنا حضرت في ساكر أكس يمكن ده أكبر معرض في العالم وده بلو ايف اس حضرت كتير جداً وده شنس كتير لأ المعمول حلو بجد فعلاً فده لازم أحيي وزارة شاب ورياضة دكتور أشاب صبحي التواجد يمكن دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي النهاردة بيخلي الإيفنت يبقى كبير جداً وأهمية الإيفنت السادة الوزراء اللي كانوا ممبودين الفي آي بيز اللي كانوا ممبودين لا طبعاً إيفنت معمول حلو الرياضة والسياحة الرياضية ده حاجة مهمة جداً ويمكن برهيم عبد الجواد أخويا شرح وعمل يمكن دراسة أن أنت إزاي بتؤثر في الاقتصاد سواء المصري أو العالمي وهي ده أهمية الرياضة فأنت عندك السياحة والصناعة الرياضية أنت محتاج أن أنت الجيل الجديد تتبنى وتقدر تدخلهم في مجالات كتيرة لفرص عمل ده اللي بيحصل دلوقتي إحنا كنادي صواري أو أنا سي أوف نادي صواري نادي صواري هو نادي رياض اجتماعي وإحنا نادي استثماري بنسلكت أو هنختار يمكن أن إحنا عاوزين نقدم لايف ستيل كوميونيتي محترمة فبإذن الله إن شاء الله نكون قادرين بكل الخدمات نقدر نقدر نقدرها بكل كافة اللعب؟ أولاً الافتتاح النهاردة كان بيضم عدد من اللعبين الأولمبيين والبراليمبيين اللي حققوا مركز متقدمة ومحترفين رياضيين في كورة القدم في دوريات الأجانب كلها دوريات العالم كله يعني فدول قدوة مشرفة جداً للأبطال الصغيرين والشباب اللي عندنا إن هم يشوفوا الأمثلة دي وإنه يسمعوا حكايتهم بدايتهم كتتعاملة إزاي وأهدافهم اللي وصلوا إليها حاجة مشرفة جداً إن أكسبو 23 موجود عندنا في مصر اتعمل في بلاد كتيرة جداً إن إحنا يمكن اتأخرنا بس خطوة قوية من وزارة الشباب ورياضة إن إحنا يبقى عندنا حاجة زي ذي تضم الاستثمار الرياضي فيها بطولات رياضية فيها توعية وثقافة وندوات عن الرياضة والصحة أكيد طبعاً هنستفيد من المعرض ده الشباب هيستفيدوا من المعرض ده هيبقى فيه برضو على هامش المعرض بطولات رياضية في ألعاب مختلفة وموجود برضو في لعبتي اللي هي ريشة الطيرة فيه عاملين بطولة صغيرة اللي زاوي الإعاقة فيها جوائز كويسة أنا سعيدة جداً إن هو تم اختياري النهاردة إن أنا أكون موجودة في وسط مجموعة من الرياضيين المصريين الكبار سعيدة أكتر إن هم أختاروني إن أنا أقول كلمة جوة المعرض النهاردة شايفة إن هو خطوة مهمة جداً جداً بالنسبة للرياضة المصرية وإن هي تساعد على انتشار الرياضة في مصر بشكل كبير ما تساعد إن يبقى فين استثمارات رياضية أكتر في مصر يعني إحنا النهاردة الموضوع بروز الأبطال سواء على مستوى الأوليمبي أو البراليمبي أعرف الناس بره إن إحنا عندنا أبطال أوليمبيين وأبطال باراليمبيين هيساعد الناس إليها مش بتمارس رياضة سواء ناس أسوية أو ناس زاوي هامة إن هم يتشجعون وهم يمارسوا رياضة إن هم شافوا دوم نمازج نكحة في الحتة تين يعني طبعاً سبوس أكسبو 2029 طبعاً إحنا حاجة فخورين بها جداً خاصة إن هي تحت رعاية سيد الرئيس سعد الفاتح السيسي واهتمام بالرياضة في مصر وطبعاً بقيادة الدكتور أشاف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجهود الجبار المفزول في تطوير الرياضة في مصر من إقامة منشآت رياضية كبيرة أو من إقامة المركز الشباب أو البطوات العالمية اللي أصبحت موجودة بشكل كبير هنا في مصر واللي إحنا فخورين بها جداً طبعاً